أهلا بكم فتحت الأزمة الأوكرانية الروسية البابة من جديد أمام دول البلقان التي تعطل في السابق مصار انضمامها للاتحاد الأوروبي فبعدما منح التكتل بشكل سريع وضع مرشح للانضمام لكل من أوكرانيا وملدوفا تم إحياء حلم دول البلقان التي تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي منذ سنوات للانضمام إليه تقع منطقة البلقان في جنوب أوروبا وتضم 12 دولة منها ثلاث دول منضوية في الاتحاد الأوروبي هي اليونان وسلوفانيا وبولغاريا تستمد المنطقة تسمها من سلسلة جبال البلقان الممتدة من الغرب إلى الشرق ويعيش في المنطقة ما يقرب من 49 مليون نسمة في يوليو فتح الاتحاد الأوروبي مفاوضات للانضمام مع مكدونيا الشمالية وألبانيا المرشحتين على التوالي منذ 2005 و2014 هذه المحادثات جارية أيضا منذ سنوات مع مونتيجرو وسربيا في أكتوبر أوصت المفوضية بمنح وضع مرشح للبوسنة والهارسك وهو قرار سيعرض على المجلس الأوروبي خلال الشهر الجاري في المقابل بالنسبة لكوسوفو فإن العراقيل أمام الترشح عديدة فهذا الأقليم السربي السابق دور غالبية الألبانية أعلن استقلاله في 2008 وهو ما لم تعترف به بيلجراد وهناك خمس دول في الاتحاد الأوروبي لا تعترف به أيضا هي إسبانيا، اليونان، قبرص، رومانيا وسلوفاكيا مصار الانضمام للاتحاد الأوروبي تعثر بسبب قائمة من المطالب والشروط بشأن قضايا مثل الفساد والهجرة غير الشرعية فعلى سبيل المثال اتهم الاتحاد الأوروبي صربيا بالمساهمة في زيادة عدد الوافدين من المهاجرين الهنود والكوبيين إلى الاتحاد لأنه يمكن لهؤلاء المواطنين الوصول إلى مطار بيلجراد بدون تأشير الدخول ثم مواصلت رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبي برا وبالرغم من ذلك جاءت الأزمة في أوكرانيا لتؤكد أهمية قيام الأوروبيين بإرساء الاستقرار في هذه المنطقة الهشة من جنوب شرق أوروبا ومواجهة نفوذ روسيا كذلك تأثير الصين الذي استثمرت في البنية التحتية لهذه الدول في تلك الأثناء دعت ألمانيا إلى تسريع مسيرة انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي المعطل منذ سنوات مشيرة إلى حقبة جديدة في سياق الأزمة الروسية الأوكرانية مشاهدين الكرام كان هذا عرضا لأبرز جهود دول البلقان للانضمام للاتحاد الأوروبي شكرا لحضراتكم لطيب المتابعة شكرا لحضراتكمquila